الدنيا مقلوبة دلوقتي على موديل جديد من فلوكس اسمه فلوكس كونتيكست وتقريب العالم كله بيجربه دلوقتي حالا تخيل يبقى عندك موديل زكاء اصطناع يعمل الصور ويعدلك عليها او يبقى عندك موديل تضيف له صورة وتطلب منه يعمل عليها اي تعديل يعني مثلا ضفت للموقع موديل يعني مثلا ضفت للموديل صورة لواحد لابس بدلة سودة وقلت له خليها لونها اصفر لقيته غيرها لي وعملها لي بشكل احترافي جدا وما غيرش اي تفاصيل في لون البادلة بصراحة انا مش قادر اتخيل ان احنا دلوقتي عندنا موديل زي ده هيقدر ان هو فعلا ينافس برامج تعديل الصور ومش كده بس ده انت كمان هتقدر تستخدمه حتى لو ما عندكش اي خبرة يعني الواحد قعد سنين يتعلم الفوتوشوب عشان يعمل حاجات شبه كده واجد دلوقتي في لحظة بضغط زر واحدة بس هلاقي اي حد ما عندوش اي خبرة في الفوتوشوب بيعمل صور انا مكنش عارف اعملها انه الزكاة الاصطناعية يا سادة وانه موديل في لوكسي كون تيكست يلا بينا نعرف اكتر ازاي ممكن نجربه ونستخدمه فلو انت مهتم دوس لايك ويلا بينا نبدأ الفيديو دي الوجه الرئيسية للرابط اللي هسيبهه لك في وصف الفيديو اللي هتقدر من خلاله تجرب الموقع اول ما تدخل عليها تظهر لك الصفحة الرئيسية بالشكل ده هيطلب منك اول حاجة انك تسجل حساب في الموقع لازم نضغط هنا على المربع ده وبعد كده هتعمل او اي ايميل تاني انا هعمل عشان يعمل لي حساب على طول بالفعل هنا عمل لي حساب في الموقع وظهرت معي الصفحة الرئيسية للموقع بالشكل ده الموقع اسمه طبعا هنا بيزهر لك دايما في اي صفحة الرئيسية الخاصة بالموقع اللي بيزهر فيها صور تامة انشاءها باستخدام الموقع تلاحظ هنا عندك الصور كتير حلوة تامة انشاءها باستخدام الموقع بالاضافة طبعا هنا عندك فوق بيزهر لك المستطيل اللي بيبقى فيه الشغل كله زي انك بتكتب هنا الوصف بتاعك او اللي انت عايز تحوله لتصميم هنا بتقدر تضيف صورة او ممكن تستخدم الصورة دي او تضيفها لأي تصميم جديد انت عايزه هنا طبعا بتختار الموديل اللي انت محتاجه طبعا هنا عندك كل موديل فلوكس موجودة لكن احنا هنركز على الكونتيكست برو والماكس طب ايه الفرق بين البرو والماكس البرو ده بيركز على السرعة في انشاء التصميم اما الماكس فهو بيركز على الجودة فبتالي الافضلية بتكون الكونتيكست ماكس هنا التلات نوع الدول بتقدر تتحكم في ان انت مسلا الابعاد بتاعتك عدد الصور والاوتبوت بتاع الصورة عايزها او فورمات هيكون زي ما انت عايز بالاضافة كمان هنا عندك رقم لو انت عايز تتحكم في ان الصورة تكون ثابتة او حابب ان انت هتغير فيها اي شيء هنا برضو عندك عالشمال هنا خاص بالصور لو ضغطت هنا هو اجاب لك هنا طبعا ما فيش غير الصور بس تقدر تعملها الجنوريت خاص بالجنوريت امجز هنا بتقدر من خلاله ان انت تعدل على الصور اللي انت هتعملها او ممكن يكون عندك صور تانية قديمة عايز تتعدل عليها هنجرب ده كله مع بعض والفل هنا لو انت عندك صورة عايز تضيف لها حاجة مش موجودة فيها فبتحدد مكان معين وتضيف فيه اي شيء انت عايزه الان انا مسلا عنده صورة لها حجم معين بس انا عايز اضيف ضعف حجمها مسلا فمحتاج ان التفاصيل تكون شبه بعضها ده خاص بالطبعا هنا عندك هنا طبعا في بيديك الموقع هنا حوالي ميت كريديت متقدر تستخدمه بشكل مجاني الصراحة مش عارف هل بيتم تجديدهم يوميا ولا هم بس متاحين مرة واحدة لو انت بكل بساطة عايز تعمل لوج اوت من الموقع فانت بتضغط على لوج اوت وتخرج لوج اوت تعالوا بقى نرجع هنا نروح على ونبدأ نجرب الموقع بتاعنا خلونا نجرب اول معانا وده اللي هو عايزين نعمل صورة اللي كده هو غاضب وهنجي هنا نختار الموديل اللي هو ونضغط على التلات نقط دول عشان نتحكم في الابعاد بتاعتنا هختار بعض يكون كبير ستتاشر لتسعة وهنا طبعا ده هسيبها هنا زي ما هي مش هعدل عليها نسيبها هنا ودي معناها هو هيعمل لك اربع صور وبعد كده بكل بساطة هضغط على العلامة دي تعال نشوف هيعمل لنا تصميم عامل ازاي هعمل هنا اربع تصميم تعال لك كده نشوفهم جايب هنا غاضب قوي طبعا هنا جودة الفيديو عشان الصورة بتفتح بالراحة فده معناه ان جودة الصورة كبيرة تمام هنا بيكاتشو في حال ضغضب شديد قوي هطلع الكهرباء هتصل لميت فولت دي اول صورة الصورة التانية بتطلع بالشكل ده ولكن احنا مش حايف لي اعمل فيها فار انا اصلا معرفش ان هو فار اصلا وهل هو بيكاتشو فار اساسا وانا اول مرة اعرف المعلومة دي فهنا تعالي نشوف هنا الشكل اللي هيطلع معنا كويس عاجبني الشكل ده بصراحة يعني ده كويس طبعا هنا نقدر ان احنا بكل بساطة لو احنا واقفين على تصميم ده عندك تلات نقط دول تقدر ان انت بقى تزبط باقي حاجات تانية زي انك تعمل او او اللي هما التفاصيل التاني بالاضافة هنا لو ضغطت على تلات نقط اللي فوق دول هنقدر اصلا ان احنا نعمل دول لتصميم بتاعنا نجرب نعمل تصميم تاني ولكن بالكون تكست برو هضيف هنا تصميم ممكن يكون خيالي شوية لان انا عايز اعمل حاجة زي مركب كده بس يكون طاير على المية عن طريق دفع المية تعالي نشوف كده هيعمله الزاي هروح بس نتحكم في الابعاد بتاعتنا نخليها ستاشر لتسعة زي معي ومحتاجين صورة واحدة بس عشان ما يستهلكش معنا كتير في ونقطع على ارسال طبعا الموقع دلوقتي لان فيه ناس كتير جدا داخلها بتجربوا فالموقع تقيل جدا لدرجة ان هو في لحظة ما بقاش يفتح حسابات فانت لازم تستغل لوقتي كده يكون فراغ عشان تقدر تعمل تصميم هنا عمل هنا المركب على طول بصراحة في البرو ما خدش وقت ففتح هنا بالشكل ده هعمل هنا المركب طاير بالشكل ده شكلها حلوة اوي يعني ممكن بفيها خدعة ان انت تضيف الصورة وتقوله والله يعني الصورة دي بقى يعني طاير ولا في المية على الاساس انه يحصل يعني لخبطها بصريع يعني بس طبعا هو طاير طب ما دخلونا كده نجرب اي حاجة تانية نعدل مسلا على الخلفية هنضغط على ايدت هيحولنا هنا على الصفحة الخاصة بالتعديل وهنجي هنا اقول له ايه وانا غير بقى الخلفية لأي شيء تاني يعني عايزينها محيط وتعالى كده نضغط على ارسال ونشوف هيعمل ايه بص هنا بقى عامل اربع صور وغير غير الخلفية تماما وحطلنا محيط وحافظ على الشخصية بتاعة التصميم اللي هي المركب تعالى كده نكبر الصورة كده ونشوفها كده بقى انا ممكن احط اي خلفية اللي انا عايزها ومش محتاج بقى ان هنقعد اقص وعمل وطبعا هتبص هنا تلاقي كل التفاصيل الفضل زي ما هي الصورة والضل بتاعها او الخيال بتاعها بصراحة يعني انا مكنش متخيل هم يعملها كده انا قلت هيشيل كل حاجة ويسيب دي متعلقة كده لكن هم بصراحة حافظ على الاساس بتاع الفكرة نفسها طب خلينا نرجع تاني لجنوريت ونشوف كده هل عندنا فرصة ان احنا نجرب حاجة تانية لو ضغطت على ايديت هيجيب لك الصفحة دي يقول لك انك تقدر تضيف صورة وتعدل عليها هنا جايب لك مثال هنا للصورة الشابهة دي وهنا تغيرت لي يعني هو قال لك هنا ايه تمام هنا برضو نفس النظام هنا هتلاحظ في الصورة الشابهة دي اقدر انه هو يخلي حركة الكاميرا تتغير تماما بالشكل ده من هنا لهنا هنا كمان قال لك شيل الناس من الصورة وساب هنا الشخصيات دي بس اللي موجودة وهنا اقدر انه هو يحول الكورة من ان هي تكون عادية الكورة بتمشي وتفاصيل كدير زي بحنا شاف كده هنا بكل بساطة قدر يحول بوسطر شابه ده لضف دعها ان هي تكون يعني انت كده ما انتش محتاج ايه ايه خلاص كده انت شكرا من فوتوشوب تعال نجرب كده فاجي هنا هضيف صورة تانية عملتها دلوقتي لواحد لابس بدلة تخلي كده واحد بعت لك صورة ليه هو لابس بدلة وقال لك انها عايز البدلة دي تكون لونها مسلا اي لون تاني تعاكد نغيرها ونعمل ان البدلة ديها بدل ما هي صمرة تكون صفرة اه لون غريب شوية بس احنا عايزين نشوفها يعملها لنا ولا لأ حاجي هنا تحت واضيف هنا بتاعي وهاجي هنا احدد عدد الصور خلاص صورة واحدة وهنا وهنضغط على العلمة دي ما خدش وقت وهنا اقدر ادي له عشرة من عشرة ايه ده يا جدعان لا 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 هنا بقى حاجة دهانية خالص ده انا لو لو بعمل حاجات ديت والله فوتشوب ده انا ممكن تاخد مني دي يومين تلاتة لكن ايه ده مش ممكن انا مش قادر اصدق ان هو عملها بالشكل ده ده انا يا دبك رمشت عملها وعملها بشكل احترافي قوي وزي ما انت شاف كمان هنا زي ما احنا شوفنا دلوقتي الصورة بتغيب قوي في الفتح عارف ليه لانك لو جيت هنا عملت ده ملود هتلاقي جهودتها كويسة اهو 1280 ده رقم كويس على فكرة رقم كبير مش قليل لصورة معموله بزي كلا الصناعية بالحقيقة بصراحة انا انبسطت او من الحركة دي ان هو عامل الصورة بالشكل ده تعالى نروح للفيل كده ونشوف ممكن نعمل فيها ايه هنضغط على وهنجيب اي صورة عندنا ونفكر ان احنا نعدل عليها مثلا هنا عنده صورة شابه دي هنضغط على واجيب صورة شابه دي ممكن نجي هنا ونحدد على اي مكان فيها ايا كده كده العلامة دي بيقولك حدد فانا هاجي هنا على المكان ده اصلا ما نفعش ان هو يبقى شايف الارض تحت منه وورا منه هنا الارض برضو ازاي يعني ازاي يعني وممكن نقول له ايه خلينا هنا ايه باشا ايه يبان معنا ايه مون امر صح الكلام وهنا عدد الصور معنا ايه واحدة بس اللي هي ايه واحدة بس تمام ونضغط عليها العلامة دي تعالي نشوفها هيعملين ايه في الصورة هنا زهرت النتيجة تحت تعالي نضغط عليها كده عمل هنا الامر بالشكل ده وعمله بشكل قريب كمان هنا غير التفاصيل دي الفكرة بتاعة الفل اما بالنسبة فانا بصراحة يعني مش عايز يعني اتكلم فيها كتير بس فكرتها بسيطة جدا هو ان انا لو عنده صورة وعايز اتكبرها ويعمل فيها جزء زيادة بكل بساطة لو جيبت صورة شابه دي هضغط على بيجي هنا بانسلا انت عايز الصورة دي حاس ان هي محتاجة تطلع فوق شوية فممكن تزود حاجة هنا كده اللجناب برضو هيا عايز تزود شوية فيه وهنيجي هنا دي حاجة اختيارية هتضيف تمام مش هتضيف فهو المفروض يتزود على نفس الشغل ده طب تعالي كده نختار هنا العدد الصور هقول لواحد تمام حاجات ده هسيبها زي ما هي تعالي نضغط عليها العلامة دي ونشوف هيعمل ايه في الصورة هل هيزودها لنا بنفس النمط ولا لا ده اللي هنشوف دلوقتي للأسف مش هقدر اشوف التجربة دي لاني اللي عندي معادش عندي غير تلاتة كريدت وهنا الصورة الواحدة هنا بتستهلك اربعة كريدت بس هي بصراحة تجربة جامدة جدا الموديل ده اللي لازم كله جربه انت تخيل لو انت مسلا بقالك ست سنين مسلا بتتعلم فوتوشوب وتجي دلوقتي يطلع لك موديل يقول لك لا انت لو انت ما عندكش اي خبرة تعالي عدل على اي صور وعمل اي صور وزبط اي صور انت عايزها بجودة عالية ده موجود في اللي انا دايما بقول وبراحن عليه ان هو من افضل اللي تم انشاءها لانشاءة الصميم بالزكية للصناعية طالما هو بصل للمرحلة دي فعايز اقول لك ان الفترة الجاية هيكون في تحديثات قوية جدا 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 في كل مجالات الجرافيك وانشاءة الصميم وتعديلها بالزكية للصناعية ده كان فيديو سريع بس عشان نكون مواكبين للاحداث لو عجبك الفيديو هيدي تدوس لايك واسيب لك رابط الموقع في واصل الفيديو تجربه بنفسك ولو تفشي بسيك في القناة شتيك دلوقتي تفعز الجراز عشان وساعكم تشعر بكل فيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم